هتكون في شكل اللعبة او اللي هو متاهة ومحتاج ان انت توصل للكلمة يعني مثلا نبرة صوت نعلم انها تون مش سيلكت ولا تنيجر ولا كونسل فانا محتاج امشي بالراجل لكده احدم اوصل لكلمة تون من غير ما الحاجة دي تدمسني عشان ما اموتش بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم مرة تانية هنتكلم النهاردة بالشكل مفصل عن كل حاجة موجودة في الواحدة العشرة سواء كلمات او جرامر ان شاء الله بعد انتخلص الفيديو ده مش هتحتاج ان انت هتعمل اي حاجة في الواحدة دي فارك انك بس تبقى تحل عليها هنشرح الكلمات هنشرح الجرامر هوريك ملفات بل اف تزاكر منها وهوريك برضو ازاي تسمع الكلمات دي اونلاين بقى اكثر من طريقة هنخليك معين تعالوني ببقى اول حاجة وهو الجرامر الجرامر بتاع الواحدة العشرة طريبا مش جديد ومش صعب ومش طويل بيتكلم عن حاجة اسمها الماضي التام زمن الماضي التام هو مجرد الزمن العادي هنعرف عنو 6 حاجات وكله نكون خلصناها اول حاجة واهم حاجة في 6 حاجات دول هو ان انا اعرف الزمن ده اصلا بيتكون من ايه ازاي اعرف ان الجمن اللي عند دي جمنة ماضي التام بتعرفها بكل سهولة هي او لما تلاقي عندك كلمة هاد وبعدها فعله في التصرف الثالث بمجرد ما تلاقي كلمة had وبعدها فعله في التصرف الثالث ده كده بالنسبة لك هو الماضي التام فأقول لك I had passed all the exams أنا اكتست كل الاختبارات جبت كلمة had وبعدها فعله في التصرف الثالث عرفت زي النوع في التصرف الثالث عشان أخره إيدي مثال كمان He made a lot of mistakes هو عمل أخطاء كتير هو غرض كتير كلمة had منا مجاي بعدها فعله يبقى كده كده الفعل ده هيكون في التصرف الثالث طيب لو قلت لك He had his breakfast أنا أورجه هل الجملة دي جملة ماضي تام بقول لك هنا هو تناول الإفطار بتاعه من حوالي ساعة هل دي جملة ماضي تام الإجابة لأ ليه لأ أنا قلت لك أن أنا محتاج بعد كمة had يكون عندي فعل في التصرف الثالث هل هنا فيه بعد كمة had فعل مفيش his breakfast ده عبارة عن اسم صفات من كية واسم فهنا من كمة had مش بعدها فعل يبقى ده ماضي بسيط مش ماضي تام تركز قوي إن كلمة had لازم يكون بعدها فعل في التصرف الثالث لو مش بعدها فعل يبقى الجملة اللي عندك عبارة عن ماضي بسيط مش ماضي تام ده بكل بساطة هو التكوين فعل زائد كلمة had زائد فعل في التصرف الثالث ناخد بعد كده النفي أنا لو عايز أنفئ الجملة اللي قلتها من شوية النفي مش بيغير حاجة في التكوين هو هو يعني برضه هقول فعل وهات عشان أنفي أي جملة في أي زمن بحتك كلمة اسمها not وكلمة not دي بحطها بعض الفعل المساعد والفعل المساعد في الماضي التام هو كلمة had فتلاقينا التكوين بتاعنا فيه هو برضه نفس التكوين ده لكن هنزود أو هنحط كلمة اسمها not فأقول لك I hadn't passed all the exams أنا لم أكتس كل الاختبارات هي دي نفس الجملة اللي قلناها من شوية بالزبط لكن بدل ما أقول had قلت hadn't had not ممكن تجمع بتيجي كده مش بتيجي منفصلة بالشكل ده المهم إنها تيجي منفية المهم إن يكون عندك كلمة not أقول لك برضه he hadn't made a lot of mistakes هو ما عملش أغلاط كتير أو أخطاء كتير كلمة had لازق فيها كلمة not النافي في أي زمن بشوف الفعل المساعد اللي موجود في الجملة وأحط بعده كلمة not الفعل المساعد عندي في الجملة دي أو في الزمن الماضي التام هو كلمة had ناخد مثال آخر عليه فأقول لك I hadn't seen him before he talked to me أنا ما شفتوش قبل كده قبل ما هو يكلمني ما شفتوش قبل ما هو يكلمني I hadn't عربت إزاي نجوم لديه موضي تام عشان كلمة had جاي بعدها فعل مدام كلمة had جاي بعدها فعل يبقى ده عبارة عن موضي تام نخش على الحاجة التالتة بعد النفي وهي السؤال إزاي أكون سؤال السؤال إزاي وزاي النفي بجيه بالصيغة الأصلية من التكوين بتاع الزمن بتاعي وغير فيه حاجة صويرة قوي في النفي كنت بحط كلمة نط بعد هاد هنا في السؤال إلا هيتغير في السؤال مفيش عكاة تتغير غير إنك بتاخد الفعل المساعد تحطه في الأول فتبقى هاد زائد الفاعل زائد تصريف التالت التكوين العادي هو إننا أجيب الفاعل في الأول إنما السؤال في أي زمن وفي أي جملة هو إنك تجيب الفعل المساعد الأول يبقى لما تلاقي الفعل المساعد سواء هاد أو غيرها فأي جملة موجود قبل الاسم قبل الفاعل بتعرف إن الجملة دي كده عبارة عن جملة سؤال الفعل المساعد عندي هنا هو كلمة هاد عشان معايا الموضي قتم وطبعا البي بي هيجي وبما إنه بتكلم على السؤال فلازم نحط علامة السفهام في الآخر وكده السؤال ده بيكون عبارة عن حاجة اسمها سؤال بهل إجابته بتكون آه أو لا بسألك هل أنت بتعمل حاجة أو لا فبتقول لي آه أو لا لو عايز تسأل عن حاجة معينة بتسأل بقادة الاستفهام بتجيب قادة الاستفهام وتحطها في الأول تعطها قبل الفاعل المساعد أقول لك مثلا نفس المساعد بتاعنا هنا الفاعل المساعد جاي بعد الفاعل بالترتيب الصحي بتاعه يبقى الجملة دي جملة عادية مش جملة السؤال لو عايزة حولها للسؤال هقول لك هاد يو باست او دي اجزامس أنت بتتكلم عن نفسك ودلوقتي أنا هسألك فهقول لك هل أنت اكتست الاختبارات جبت كلمة هاد حطتها في الأول والشخص اللي أنا بسأله هو أنت فبقول لك يو أنت هل أنت اكتست كل الاختبارات وطبعا برضو الفاعل اللي بتصرفي في الثالث لازم يجزيم هو إجابتك على السؤال ده هتقول لي آه أو لا طيب لو مثلا إجابتك إنه هو لأ أنت ما اكتبتش كل الاختبارات أنت جوابت على السؤال ده فقلت لي لا أنا هسألك بعدها why didn't أو hadn't you passed all the exams ليه أنت ما اكتبتش كل الاختبارات السؤال ده إجابته بتكون آه أو لا وأنا جوابت بلا أما السؤال اللي تحت ده فأنت أو أنا بسألك بواي ليه فأنا محتاج منك سبب تقول لي كلام كتير ده برضو هو تكوين السؤال مع المواضي التام بعد التكوين يكون عندنا حاجة اسمها المبني المجهول المبني المجهول برضو هنكتب التكوين المجهول هو جملة الفاعل بتاعك فيها مش معروف الشخص اللي عمل الفاعل ده مش معروف أو مش مهم النوع يتعرف الفاعل بتاع الجملة يإما مش معروف يإما أنا مش مهتم أنه أنا أعرفه أنا مهتم أكتر أنه أنا أعرف المفعول أو مهتم بالحدث إنما الفاعل نفسه مش مهم بالنسبة لي فساعتها بس طالب حاجة اسمها المبني المجهول وهي زي ما انت فأنا هنشوف التكوين العادي بتاع المواضي التام وإيه اللي بيتغير فيه عرشان أحاوله لمبني المجهول المبني المجهول في أي زمن بيكون عبارة عن وبعده فاعل في التصريف التالت اللي هو البي بي طيب إحنا أصلا عندنا هنا البي بي تصريف التالت بتاعي جاهز فأنا كل اللي هعمله إن أنا هجيب فيرب تو بي فيرب تو بي أو شكل فيرب تو بي مع الموضي التام بيكون كما اسمها بن فبيكون فاعل أو مفعول بقى هاد بن وفاعل في تصريف التالت المبني المجهول أنا أصلا ما عنديش فاعل فببدأ بالمفعول بعد كده بجيب هاد وتصريف التالت بتكون عادة بتاع الزمن ويبيحط كما بن يعني بدل ما أقول لك هاد وتصريف التالت هتلاقيها هاد بن وتصريف التالت فلو عند المثال دي ده I had solved the problem عايز أحاولها المبني المجهول هابدأ بالمفعول اللي يتحل هو المشكلة يبقى هي المفعول فهابدأ بيها هقول لك The problem had been solved by me المشكلة اتحلت بواسطتي هاد وتصريف تالت لوحدهم بيكون مره تام هاد بن وتصريف تالت بيكون عبارة عن مره تام بس مبني المجهول والجزء اللي في الاخر ده اللي هو بواي مي بواسطتي أنا الفعل بواسطتي أنا دي حاجة هو بيجبها لك في الجملة يقول لك بيها أو يعرفك بيها إنها مبني المجهول ممكن يجيبها وممكن ما يجيبهاش لكن هي مش بتفرق معك في حاجة لو جيبها لك بتعرف بشكل مباشر إنها مبني المجهول لو ما جيبهاش أنت بتفهم من معنى الجملة بتعرف برضو إزاي بتبص على الاسم اللي موجود عندك في الجملة وتبص على الفعل يعني مثلا الاسم هنا ويكمل مشكلة والفعل عندنا في الجملة دي هو فعل يحل هل المشكلة بتحل ولا المشكلة بتتحل برضو مرة تانية عشان تميز أنت الجملة المبنية المجهول هو يجيب له في الاختراض أو بيجيب لك في الجملة الاسم مثلا نقطت وخلاص نقطت ويطلب منك أنت تختار الفعل فأنت بتختار شكل الفعل ده على أي أساس بتشوف لو الاسم بتاعك ده ينفع يعمل الفعل يبقى الجملة هتكون عادية أنا مثلا هنا الفعل أو الاسم اللي عندي هو I أنا والفعل هو صور في حل فأنا أعرف حل يبقى أنا الفعل يبقى الجملة دي جملة عادية إنما تحتها الاسم تغير الاسم بقى كم المشكلة المشكلة ما تعرفش تحل المشكلة بتتحل حد هو اللي بيحلها يبقى المشكلة هي المفعول وبالتالي كده الجملة بتكون مبنية المجهول فأختار بين وتصرف ثالث لا برضو هو المبنية المجهول طيب لو قلتلك I had been in this job for a long time I had been in this job for a long time أنا كنت أو بقيلي كتير قوي في الوظيفة دي هل الجملة دي مبنية للمجهول ولا مبنية معلوم إحنا بنتكلم على bin بس فين تصرف التالتة اللي بعدها مفيش مفيش أصلا فعلة بعدها ليه مفيش فعلة بعدها لإن الفعل الاساسي هنا هو كلمة أو معناها هيكون فأنا أحيانا بيكون عايزة أقول يكون أو أنا كنت في الوظيفة دي الفترة طويلة فالفعل الاساسي هنا هو كلمة bin بما إنه ما جاش بعدها فعل تاني ما جاش بعدها فعل تاني في التصرف التالت يبقى الجملة دي لازم تكمل بين يكون معدها تصرف تارت لازم تكمل بين يكون معدها تصرف تارت خلونا بقى ندخل على الحاجة اللي بعدها وهي الاستخدام ايه هو استخدام الماضي التام الماضي التام هو عبارة عن ماضي زي مثلا زي الماضي البسيط الاتنين بيعبارة عن ماضي بس احيانا انت بيكون عندك كذا حاجة حصلوا في الماضي وانت محتاج ترتبهم محتاج تتعرف مين فيهم اللي حصل الأول الحادث اللي حصل الأول ده بيتميزوا بالماضي التام لو عندك حدثين او اكتر في الماضي وعايز تطلع الحدث الاول او ترتبهم اول حاجة او اقدم حاجة حصلت فيهم بتكون عبارة عن ماضي تام فقولك انا زورت صاحبي قبل ما روح المدرسة قبل ما روح المدرسة معناها ان انا عملت الفعل ده زورته الاول بعد كده رحت المدرسة يعني ده الحدث الاول الماضي التام هو الحدث الاول احيانا برضو ممكن تطلب المدرسة التام عشان اعبر عن حاجة حصلت حصلت في الماضي واثرها برضو بان اثرها بان في الماضي انت شوفت تأثير الحاجة دي في الماضي فقولك مثلا عشان كده كان فيه ازاز على الارضية هو كسر الشباك عشان كده كان فيه ازاز على الارض هنا برضو نفس الموضوع المدرسة التام هو الحدث الاول هو كسر الشباك الأول وبعد ما كسره كنتيجة لده بقى فيه جلاس أو بقى فيه إزاز على الأرض الحرس ده برضو هو الحرس الثاني فمنكن تعتبر دي هي هي نفسها الأولانية مش عايز تلغبط نفسك اعتبر أن المواد التام دايما في كل أحواله بيعبر عن الحرس الأول الاستقلام الأخير لو منكن نشوفه المواد التام هو أن يكون فيها حاجة عندي استمرت لفترة في الماضي لكن الحاجة دي أو الفعل ده من أفعال الحالة اللي أخذناه في الواحدة السبعة حاجة أو فعل ما ينفعش يجي في استمرار يعني حاجة استمرت لفترة في الماضي لكن معرفش أستغلل معها زمن مستمر لأن الفعل ده مش بيجي في استمرار أقول لك مثلا I had owned that PC for seven years أنا امتلكت الكمبيوتر ده لمدة سبع سنوات كلمة own بمعنى يمتلك ما بتجيش في استمرار أي حاجة بتعبر عن ملكية ما بتجيش في استمرار وبالتالي أنا مش عارف أستخدم معها زمن مستمر مش عارف أستخدم مثلا ماضي مستمر فبستخدم ساعتها الماضي التام ما يكون عندك فترة حاجة استمرت لفترة بس الفعل اللي معاها زي فعل اون كده ما بيجيش في استمرار ساعتها برضو بتاخد الماضي التام بنسبة كبيرة ده مش تتحتاجه كتير ده تحتاجه أنك دائما تميز إن الماضي التام هو الحدث الأول الماضي التام هو الحدث الأول دي كده تعتبر الحاجات السهلة أو الصغيرة اللي موجودة جوه الزمن ده الحاجات الرخمة بقى هتتبت تكون في الكلمات الدلة الماضي التام هو زمن أنا بقولك إنه بيعبر عن الحدث الأول فمعاصم الجمل اللي هتيجي أو اللي هتشوفها مع الماضي التام هيكون عبارة عن جملتين حدث أول وحدث تاني بما إنه بتكلم عن جملتين فإنت محتاج تعرف حاجة اسمها الروابط بس قبل نخر عليهم هنتكلم على كلمة اسمها باي لما تلاقي كلمة باي اللي معناها بحلول وبعدها فترة في الماضي كلمة باي وفترة في الماضي في اليونت ده بتاخد مرة تام باي زاقت فترة في الماضي معناها بحلول بحلول الفترة دي فقولك باي يستر دي خلي بها لك إن باي منك ييجي بعدها فترة في المستقبل مثلا لكن هنا لازم يكون بعدها فترة في الماضي لا تأخذ مرض تام بعد باي أو مع باي إلا لو كان جاي بعدها فترة في الماضي وليس في المستبع نقش بقى على الأشياء الأهم وهي الروابط اللي هي التقيلة دي أول حاجة أو الروابط المهمة قوي مع المرض التام أولهم هما أفتر وأستن أز اللي بتقيم بالإي بعد كده هيكون عندنا بيفور وبي دا تايم اللي بتقيم بالبي وآخر حاجة اللي هما تيل و أون تيل أفتر أستن أز دول معناهم بعدها بيفور باي دا تايم دول معناهم قبلة دول معناهم بعدها دول معناهم قبلة تيل و أون تيل معناهم حتى هنشوفهم برضو دلوقتي تعال ندأ أول حاجة بأفتر وأستن أز أفتر وأستن أز بجيب بعدهم المرض التام أفتر أستن أز اللي بتقيم بالإي أنا بميزها كده أو بافتكارها دائماً كده اللي بتقيم بالإي هو أول حاجة أو أول حرف في الإنجليزي فهم الحدث الأول الإي هو أول حرف فهو الحدث الأول بما أنهم الحدث الأول هجيب بعدهم مرض تام after as and as بجيب بعدهم مرة تام وبما انهم روابط فانا لازم اجيب جميلتين الجميلة التانية بتكون مرة بسيط after as and as عبارة عن روابط بجيب بعدهم مرة تام وبقي النحن التانية ممكن تكون مرة بسيط فاقولك after or as and as we had gone to the cinema the movie started بمجرد ما احنا او بعد ما احنا روحنا للسينما الفيلم بدأ هنا ايه اللي حصل الاول هل الفيلم اللي بدأ للأول ولا احنا روحنا للسينما الاول احنا روحنا للسينما الاول عرفت منين عرفت ان الجملة اللي فيها روحنا للسينما جاية مرة تام والمرة تام هو الحرس الاول اقولك برضو the movie started after we had gone to the cinema after as and as before by the time ييجب في الاول او ييجب في النص ييجب في الاول او ييجب في النص بعد ذلك عندنا before by the time before by the time اللي هو ما بدئين بحرف ال-B اللي هو برضو بميزها بانه الحرف التاني يعني الحرس التاني الحرس التاني اللي هو المرة البسيط يبقى before by the time هجيب بعدهم مرة بسيط وي الجملة التانية هي اللي بتكون مرة تام اقولك we had visited our grandfather before we went to school قبل ما احنا نروح للمدرسة زرنا جدنا زرناها الاول بعد كده روحنا للمدرسة before جاي بعدها الحرس التاني في حاجة مشتركة ما بين after وما بين before ما بين after وما بين before الفعال اللي عندنا في الجملة دي هو فعال visit يزور ممكن اقولك انا زيارة ممكن اقولك ممكن اقولك ممكن اقولك بعد انزورت وممكن اقولك بعد زيارة يعني ايه؟ يعني ممكن اقول لك كده before we visited او after we had visited بتساوي بالضبط before او after visiting يعني بكل بساطة after و before ممكن نجيب بعدهم فعال وانجي دي مهمة after و before لو ما لقيتش بعدهم اسم بتجيب بعدهم فعال وانجي after before لو ما فيش بعدهم اسم ممكن اجيب بعدهم فعال بانجي دي ملحوظة مهمة اهو مش هارفة عمل نجمة نخش على الحاجة اللي بعد كده وهي till و until till و until معناهم حتى وهم مختلفين شوية عن after و asfin هذه الحاجات دي الاختلاف اللي فيهم ان till و until لازم يجو في النص till و until لازم يجو في النص ما ينفعش يجو في الاول ما ينفعش till و until يجو في الاول وبرضو ان الماضي البسيط اللي قبلوهم او جومت الماضي البسيط اللي قبلوهم بالنسبة كبيرة بتكون من فيها يما بتكون من فيها يما بتكون بتدل على نفي فاقول لك مثلا he didn't leave until he had paid or the money هو ممشيش الا لما دفع الفلوس الا لما اللي هي until بالعربي او باللغة العربية الفصحة مثل جماع حتى لم يغادر حتى دفع كل ما عليهم المال او دفع كل فلوس المهم ان till و until لازم تيجو في النص وبنسبة كبيرة برضو اللي قبلوهم بيكون من فيه بس ممكن يكون مثبت he waited for me هو من يعني استناني till i had finished my appointment هو استناني لحد ما انا خلصت ال appointment او الموعب بتاعي فلو لقيت في الكتاب مكتوب لك ان till و until هجيب قبلوهم ماضي بسيط من فيه سباك من الجملة دي المعنى هو اللي بيحدد المعنى هو اللي بيختار هل انت هتكديب معاها جملة منفية ولا جملة مثبتة لحد كده الموضوع بسيط after as and as till و until هجيب بعدوهم ماضي تام والنحية التانية بتكون ماضي بسيط before by the time العكس بجيب بعدوهم ماضي بسيط والنحية التانية بتكون ماضي تام طيب ايه رأيك لو قلت لك ان مثلا after before as and as ممكن اجيب بعدوهم ماضي بسيط والنحية التانية ماضي بسيط برضو يعني مش هجيب لك ماضي تام خالص اهو ما فيش ماضي تام خالص ليه ممكن اعمل كده ليه ممكن اعمل حاجة زي كده شايف ده اعتبر ان ده الحدس الاول وده الحدس التاني ماشي الحدس الاول ده لو فضل شغال ومجرد ما انتهى بمجرد ما انتهى راح الحدس التاني اشتغل برضو او حصل بعدو على طول ساعتها الحاجتين بيكون امر بسيط يعني ننجح شوية كمان دلوقتي الحدس الاول الحدس الاول بمجرد ما انتهى راح الحدس التاني برق وكمل يعني ما فيش مسافة بين الحدسين ما فيش جاب او فجوة بين الحدسين بمجرد من الحدس الاول خلص التاني برق على طول فساعتها مش بحتاج ان انا ارتبهم انا بعتبر ان الاتنين حصلوا مع بعض مع بعض. او ما فيش فرق بينهم. فباخد بعد افتر وبيفور واسلون از. مر بسيط. والنحية التاني برضو مر بسيط. فاقول لك افتر هيبية دفاين. بعلم هو دفع الورامة. الظابط اطلق صراحه. او سابه يمشي. هنا الحرسين انا بالنسبة لي حصلوا ربعض بالضبط. يروب هو دفع الفلوس بعدها بثماني. مشي. او اه الظابط سابه. طيب انا هعرف من ان الحرسين او حقائم من ان كانوا الحرسين دول حصلوا ربعض ولا ما حصلوا ربعض. بالنسبة كبيرة هو مش هيجيب لك في جملة. امكانية ان تختار المدل بسيط بعد افتر واسلون از. الا لو هو اصلا مش جيب لك مر تام. او جيب لك جملة مر تام بس غلط. ترجمتها غلط او مسلا معناها غلط. فما تقلعش من حالتة ان هو الاتنين ممكن يجيب لهم مر بسيط لانها مش بديجي كتير. ولو اجاد بتكون واضحة قوي. بيكون اصلا ممكن يكون مسلا ما عندكش بالاختراض مر تام. طيب ايه رايك في الجملة دي? بعد ما هو وصل البيت هو ادرك انه نسي المفاتيح او فقط المفاتيح بتاعته. ايه اللي حصل في الجملة دي? اللي حصل ان انا عندي تلات احداث. هي ادرك ايه ده الحدث التاني. والحادث التالث ان هو هاد لوسط لو فقط المفاتيح بتاعته. احنا ما نتفق انه المر تام هو الحدث الاول. فانا عندي مليون حدث باخد الاولين منهم واعملوا مر تام. هنا اول حاجة حصلت خالص ان هو فقط المفاتيح. بعد ما فقدها رجع البيت. هذا الحدث التاني. ده التاني. ولما وصل البيت ادرك ان هو انسيها. فالادراك ده هو الحدث التالث. الحدث التاني والتالث والعاشر والمليون كلهم بيكونوا مر بسيط. انما الحدث الاول بيكون مر تام. وشايف هنا برضو جيب لك بعض افطر مر بسيط مش مر تام. لان الحدثين دول حصلوا مع بعض بالزبط. هو اول ما وصل البيت في نفس اللحظة اللي وصل فيها البيت. هنا كده ادرك على طول ان هو نسي المفاتيح. انا عايز دلوقتي اخلي افطر تساوي before. افطر اللي معناها بعدة عايزها تساوي before. بتتعامل زي الحركة دي. لو عايزت خلي after تساوي before حطبها ده كلمة before كلمة that. after معناها بعدة. before معناها قبلها. افطر اللي هي بعدة بتساوي before that اللي هي قبل ذلك. قبل ذلك. افطر اللي هي معناها بعدة بتساوي before that اللي هي قبل ذلك. ليه بتساويها? دلوقتي كمية before انا كنت بجيب بعدها جملة مر بسيط. والنحية التانية مر تام. هنا بدل الجملة بعد المر بسيط هحطو لها الكمل ذات. وعلى الكمل ذات غالبا هتلاقي حضرت لك كومة. فالجملة التانية دي كده. بتكون عبارة عن مر تام. ونفس الموضوع بالنسبة لي before. لو عايزت خلي before تساوي after. بتحط بعد كمة after كمة ذات. before بتساوي after that. after بتساوي before that. هنتكلم دلوقتي عن شوية تعبيرات بيجوا مع المر التام. اول تعبير هو it was only when wasn't until. it was only when. ويتوزنت until. الاتنين زي بعض بالزبط. الاتنين بيساوي كمة after. ايك انك بتشيل after وتحطوا مكانهم it was only when. او it wasn't until. بالزبط هي هي. اما مع تعبيرين دول هتجيب كمة ذات. بتقول it was only when it wasn't until. مر تام. بعد كده كمة ذات ومر بسيط. الاتنين دول بيساوي كمة after. كل الزيادة فيهم ان انت بتحط بعد جملة المر التام كمة ذات. فاقول لك after هي بعد ما خلص الشغل بتاعه ذهب الى المنزل. كده after. جاي بعد الهوماري تام. لو عايزش الافتر احطوا مكانها it was only when او it wasn't until. هعمل كده. بس كل اللي هعملوا اننا بدل الكومة دي هزود هنا كمة ذات. it was only when it wasn't until. بيدوا نفس المعنى بتاع after. لكن بدل الكومة دي هحط كمة ذات. بعد التعبيرين دول عندنا الحاجات تانية وتعبير مهم وسهل قوي وهو كمة having. كمة بتختارها ازاي او تخصك في ايه? كمة having انا بجيب بعدها فعلها في التصرفة التارت. يعني مسلا لو قلت لك after he had finished this work نفس المنزل اللي بتاعفه. هنا الجملة عادية. عندي فاعله هاد وفعله في التصرفة التارت. طيب لو جبت لك جملة زي كده. نوعات هنا نفس الجملة بس يشترك المقطع ده. ما حطت لكش after he had finished او after he had this. وترابطه منك تختار. هتختار هنا after ولا before ولا having. after وبفور بجيب بعدهم اما جملة كاملة. اما فعله ايه نجي. after before بجيب بعدهم جملة كاملة. يعني فعل. وفعله والحاجات دي. اما بجيب بعدهم فعله و ايه نجي. طيب انت هنا ما عندكش لفاعل ولا عندك فعل و ايه نجي. هتختار ايه? هتختار الحاجة اللي بجيب بعدها فعله في التارت وهي كيمة having. كيمة having بتيجي في بداية الجملة وبختارها لما يكون عندي بعد النوط فعل فتصرف التارت. كيمة having مش تختارها ابدا الا لو عندك فعل فتصرف التارت. ومعناها هو بالزبط معنى after او الفاعل و كيمة hat. هي بتحل لمكان after فاعل و كيمة hat. كل الفكرة انك بس بتختصر في الكلام. فبدل ما تقول after he had. بتقول having finished على طول. بدل ما تقول ثالث كلمات after وفاعل و hat بتقول كيمة having. فالاجابة الصحيحة هتكون having. عندنا بعد كده برضو تلات تعبيرات مهمين. وهما no sooner than hardly and scarcery when. no sooner ده جزء من التعبير. بجيب معاها كيمة than. فاكرين when and when وتوزن تأنتر لما كنت بجيب معاهم كيمة ذات. هنا برضو no sooner هتجيب معاها كيمة than. no sooner مع المهر التام و than معا او قبل المهر البسيط. hard or scarcery اللي اتنين معاهم بالكاد. وبجيب معاهم كيمة when. باستخدمهم ازاي مع المهر التام. بتصدمهم وطلقتين. الطريقة الاولى انك تبدأ بيهم. لو بدأت بيهم الجملة بتجيب بعد no sooner او hard or scarcery كيمة hat. كيمة hat او كيمة that. had مع المهر التام و did with the مع المهر البسيط. وطبعا than win هجيب بعدهم المهر البسيط. هنا عاد. اهو المهر البسيط. اقول لك مثلا. no sooner had he finished his work than he went home. لم يكن ينهي عمله حتى عادل المنزل. لم يكن ينهي عمله حتى عادل المنزل. no sooner بدأت بيها. فلما بدأت بيها جبت معاها كلمة hat. جبت بعدها كلمة hat. وبعد hat يعني اعتبرها سؤال. احنا مش متفقين ان في السؤال الفعل المساعدة بتقدم على الفاعل بيجي الاول. فانت اعتبر ان بعد no sooner و hard or scarcery لو هبدأ بيهم الجملة بجيب بعدهم صيغة سؤال. صيغة سؤال يعني hat او الفعل المساعدة بتاعي hat او did. بعد كده الفاعل. بعد كده الفعل بتاعي. طيب لو ما بدأتش بيهم الا احصل. لو ما بدأتش بيهم بدلا ما كنت بتجيب كلمة hat بعدهم هتجيب كلمة hat قبلهم. نصونا ال hard or scarcery لو هبدأ بيهم بجيب بعدهم كلمة hat. لو مش هبدأ بيهم هجيب كلمة hat قبلهم. كلمة hat هي اللي بتعرفك الموضوع. فاقول لك he had hardly finished his work than he went home. بعد نصف الموضوع لم هي كده يعملوا حتى عدل المنزل. هنا لما جبت hard or scarcery في النصف جبتها بعد كلمة hat. هناك جاي قبل كلمة hat نوصنر عشان بدئن بيها. انما لو ما بدأتش بيها بجيبها بعد كلمة hat. الجملة دي كده فيها غلطة. فيها غلطة واحدة صغيرة. لو انت واخد بالك من الكلام اللي مكتوب ده. قولي ايه هي الغلطة اللي موجودة في الجملة التانية اللي تحت لي. ده يعطي برصة اولي الحلقة بتاع النهاردة. واللي جابتك فيه الكومنتات. تعالوا نكمل. عندنا تقريبا اخر حاجة اقول لنا النهاردة. وهي كلمة on في الجرامر طبعا. on معناها عنده. ترجمتها عنده. وبجيب بعدها فعل binary. فقولك on hearing the alarm I wake up. عنده سماع الانذار او اللي هو المنبه. انا استيقظت. عنده او on باستغلمها لما يكون انا عملت فعلة معين بمجرد من فعلة تانية حصل. يعني هنا اول ما سمعت المنبه. انا استيقظتها لطول. استيقظت في نفس اللحظة. on معناها عنده. بجيب بعد الفعل ing. وباستغلمها لما يكون عندي فعلين لسقين في بعض اوي. او قريبين من بعض اوي. بمجرد من فعلة الاولين حصل. الفعلة التانية حصل وراها على طول. في استغلمات تانية للمورد التام لكن هي مش مش مهمة اوي. بس خلونا نقولهم. اول حاجة هي في حالة او في قاعدة اف. في قاعدة اف الحالة التالتة بيكون عندنا بعد كمة اف جملة مرة تام. في اف الحالة التالتة بيكون عندنا بعدها مرة تام. والنحية التانية بتكون وود هاف. وفعلها في التصريف التارت. فيقول لك اف اور تيم هاد بلايد والي يسر دي. لو الفريق بتاعنا كاللعب كويس مبارح. دي وود هاب واند كب. كانوا هيكسبوا او هيفوزوا بالكاس. اف في الحالة التالتة بجيب بعدها مرة تام. والنحية التانية بتكون وود هاف وبفعل فاتصري في الثالث. برضو عندنا wish وif only. wish وif only دول انا بستخدمهم حتى اعبر عن امنية بتمنى حاجة. لكن لما تتمنى حاجة في الماضي فانت كده بتكلم عن ندم او لوم. لما تتمنى ان الحاجة كانت تحصل في الماضي او ما تحصلش في الماضي فانت كده بتتكلم عن ندم او لوم. فاقول لك اي ويش اي هاسترد انا اتمنى لو انا كنت ذكرت احسن استنى اللي فاتت. اي وش او اف only وبعدها جملة ماضي تامي. الحاجة الاخيرة هي والتعبير وود رازر. وود رازر احيانا بيجي من غير فاعل. وود رازر ممكن تجيب بعد وفاعله في المصدر على طول. لكن لو لقيت بعد وود رازر فاعل يبقى بعد الفاعل ده هتجيب معها ماضي تامي. وود رازر لو لقيت بعدها فاعل يبقى بعد الفاعل ده لازم تجيب ماضي تامي. ده كان يعتبر الجزء باول معنا النهاردة وهو الجرامر. تعال دلوقتي نتكلم عن الكلمات. اي اهم الكلمات الموجودة في يونة عشرة? هنقسم الكلمات دي لأول حاجة كيب وكب او اللي هي الكلمات المفتاحية? بعد كان نتكلم عن اهم الاسماء. واهم الافعال واهم الصفات. وكمان هنتكلم عن الظروف او الاحوال. او التعبارات. واخر حاجة تكون bottoms وال advancing. اللي هي المراضيفات والمضادات. فتعالوا عن ده باول حاجة وهي اهم او الكيب وكب الكلمات المفتاحية بتاعة اليونة دي. اليونة دي كان اسمه أو الأخبار. فأنت معظم الكلمات المهمة هنا هتكون متعلقة بالأخبار. أولهم مثلا كلمة اسمها بروتكاست. بروتكاست معناها يوضيع أو إذاعة أو بث. يوضيع أو يبس أو لا يبث كلهم نفس المعنى. هي بتكون عبارة عن فعل أو اسم. أقول لك مثلا The movie will be broadcast at Rotana Cinema. الفيلم هيتبث أو هيتذاع على Rotana Cinema. كلمة بروتكاست? فعلة بمعنى يوضيع أو اسم معنى إذاعة أو بث. وطبعا كلمة Rotana Cinema هي عبارة عن Channel. هي عبارة عن قناة. Channel كلمة مهمة معناها قناة. وهي القناة دي بيكون فيها Editor. Editor يعني محرر. Editor يعني محرر بمعنى الشخص اللي بيعدل على الحاجة قبل ما تنزل الناس. قبل ما الناس يشوفوها. زي مثلا الفيديو ده. أقول لك أنا. I'm the editor of this video. أنا المحرر بتاع الفيديو ده. أنا الشخص اللي بيعدل الفيديو ده. Editor Editor. جاء من كلمة Edit اللي هيعدل أو يحرر. فالإدتور أو المحرر هو شخص بيعدل على أي محتوى أو بيتشيك. يعني بياخد داله إن الحاجة دي ما تكونش فيها أي خطاء. والإدتور ده بيكون برضو موجود في النيوزبيبر أو في المجلة. نيوزبيبر معناها مجلة أو جريدة. وطبعا أي نيوزبيبر بيكون لها نيوز ريدر. نيوزبيبر اللي هي المجلة بيكون لها قارئ. الشخص اللي بيقرأ المجلة أو الأخبار بسميه نيوز ريدر. نيوز أهي نيوز اللي حد هنا اللي هي أخبار. وريدر اللي هي قارئ. فالنيوز ريدر قارئ الأخبار. عندنا بعد كده حاجة اسمها Headlines وإنت بتقرأ بيكون فيها حاجة اسمها Headlines أو عناوين رئيسية. Headlines أو عناوين رئيسية هي أو هو العنوان الكبير المكتوب بخط تخين ده. اللي بيكون موجود في أي جريدة. اسمه Headlines أو عناوين رئيسية. وفي أي جريدة عموما الشخص اللي بيجيب الأخبار دي بسميه Reporter. Reporter اللي هو مراسل صحفي. Reporter اللي هو مراسل صحفي. فيه كلمة تانية شوه reporter كده اسمها Correspondent Correspondent برضو معناها مراسل صحفي. Correspondent زيها زي reporter اللي اتنين معناه مراسل صحفي. لو انت عايز تعرف أو همك أوي الفرق بين كلمتين دول فكلمة Correspondent أو المراسل الصحفي ده بيكون خاص بحاجة معينة. حاجة معينة بس يعني متخصص مثلا في الرياضة. اما reporter او المراسل الصحفي فده بيجمع اخبار عن اي حاجة. ال reporter بيجمع اخبار عن اي حاجة. عندنا بعد كده كلمة اسمها Photographer لو انت reporter او Correspondent فانت محتاج معاك حاجة اسمها Photographer اللي هو المصور. وعندنا كلمة اسمها origin. عنها اصلي وعندنا كمان كلمة اسمها source مصدر. السورس او المصدر بتاعك لازم يكون origin او اصلي عندنا كمان كلمة اسمها Search Engine Search Engine معناها محرك البحث يعني ايه محرك البحث? البرنامج اللي على الكمبيوتر بتاعك او التليفون بتاعك اللي انت ما تخش منه على النت ده اسمه Search Engine. يعني يقول لك مسلا I always use Chrome as my default search engine. انا دايما ما استخدم جوجل Chrome على اساس انه متصفح الافتراضي او محرك البحث الافتراضي بتاعي. Search Engine معناها محرك بحث ودفولت معناها افتراضي بس متهمنا ايش. البرنامج ده هتلاقي عندك على التليفون وعا الكمبيوتر وفي كل حتى ده اسمه Search Engine او محرك بحث. خلونا نكمل وهنا اتكلم على كلمة اسمها Fact Checker. Fact Checker يعني ايه? لما انا اجيب لك معلوماتك وانت عايز تتأكد ان المعلومات ده صحيحة فتبديها لحد اسمه Fact Checker مراجع حقائي. مراجع الحقائي. هو بيتأكد ازا كانت المعلومة دي صح ولا غلط. ده اسمه Fact Checker نخش بعد كده على اهم الاسماء اهم الاسماء اللي موجودة في الوحدة العشرة اول اسم معنا هو كلمة اسمها Social Media Social Media معناها وسائل تواصل اجتماعي زي Facebook واي حاجة بتخش انت فيها وبتلاقي اناس تتكلم معهم وكده. دي كده اسمها Social Media او وسائل التواصل اجتماعي. عندنا كلمة اسمها Range معناها المجال او المدى. مجال او المدى. عندنا كمان كلمة اسمها Record. معناها يسجل او تسجيل او رقم قياسي. فعلا بمعنى يسجل. اسم بمعنى تسجيل. واسم كمان بمعنى رقم قياسي. لو انت بتسجل او بتبعت لحد من اصحابك تسجيل صوتي. التسجيل الصوتي ده اسمه Record. لو انت بتحطم رقم قياسي او بتعمل رقم قياسي. حاجة محدش زي هيك انت عملها قبل كده. بيكون اسمها Record برضو. او عملت حاجة نادرة قوي او عمر محد عملها قبلك. بتكون اسمها Record او رقم قياسي. عندنا بعد كده كلمة اسمها Alarm. اللي هو الانظار او المنبهة بتاعك. وكلمة اسمها Permission. Permission اللي هو الاذن. Permission اللي هو الاذن. ولو ناخد مثال عليها فقولك You need a permission to leave school early. عشان تغادر المدرسة مبكرا. انت محتاج الاذن. You need a permission. انت محتاج اذن. نخش بعد كده على كلمة اسمها Investigator. اللي هو المحقق. لو انت شخص في الشرطة او حاجة وفي جريمة او مشكلة. فانت بت investigate او بتتحقق منها. الشخص اللي بي investigate او بيحقق في المشكلة دي او في مثلا الجريمة دي. بيكون اسمه Investigator او اللي هو المحقق. Investigator معناها محقق. وقت لايه بيهتم شوية بالفرق بين الكمة دي. وكلمة اسمها Conductor. Conductor معناها محاصل تزاكر. لو ركبت اوتوبيس قبل كده او ركبت اطر بيكون في حاجة اسمها Conductor. اللي هو الكمساري. الكمساري ده اسمه محاصل تزاكر او اسمه Conductor. والكلمة بعد كده برضو هي كلمة Witness. Witness معناها شاهد او يشهد. هي اسم وفعلة. اسم معناها شاهد لما تروح المحكمة وتشهد على حاجة. فانت كده اسمك Witness. Witness يعني شاهد. فهي بفعلة او اسم. الحاجة اللي بعد كده او الكلمة بعد كده الاسم اللي بعد كده هو كلمة Scene. Scene معناها مشهد. مشهد في فيلم بقى او في مصرحية او في اي حاجة. اي مشهد بسميه Scene. عندنا كلمة اسمها استرانوت لو رائد الفضاء. استرانوت رائد فضاء. وفي كلمة كده يخصوا الفضاء محناكين برضو نعرفهم. الكلمة الاولانية هي او السير في الفضاء. انك تمشي في الفضاء ده كده اسمه انك تمشي في الفضاء. رأي سمت علي كده على حاجة اسمها اللي هو السخر كبيرة بتوع من الفضاء علينا. ده بيكون اسمها اللي هو النيزك. معناها نيزك. بعدنا كده اسمها معناها يطلق. معناها يطلق انك تطلق الصاروخ. تشغله وتخليه تلعرفه. خلي ولك انها كده. في ايه? لو حزفت ال اي دي بيكون معناها الغذاء. فهنا معناها بيختلف خالص. فلازم ال اي دي تكون موجودة. ولونش مرادفها كلمة اسمها انشيت. انشيت معناها يبدأ. يطلق المرادف بتاعها الكلمة اللي بتسويها كلمة اسمها انشيت او اللي هو يبدأ. عندنا كلمة اسمها التنيج اللي هي الفترة المراهقة. الفترة اللي انتوا فيها دلوقتي. انت كده في السنوية اسمك تنيجر. اسمك مراهق. تنيج اللي هي الفترة المراهقة. تنيجر اللي هو المراهق. فقولك تنيجرس clause du reckless things. المراهقين دايما بيعملوا حاجات متهورة. تنيجرس اللي هم المراهقين اللي هي جامع يا جناعة الكلمة دي. تنيجر مراهق. وله تنيج اللي هي فترة المراهقة نفسها. عندنا يكد ما اسمها اضلط دي عكس مراهك والله هو لزريس صغير عكسها اضلط او اللي هو الشخص البالغ والشخص البالغ بيكون ليه او نبر الصوت مختلفة. معناها تون حاجة مهمة برضو معناها نبر الصوت. عندنا يكد ما اسمها او اللي هي النتائج. النتائج او عواقب. اي حاجة بتعملها ممكن يكون لها نتائج كويسة او اللي هي عواقب. معناها نتائج او عواقب. واخر اسم انت prêt trend آپ تعرف هو كلمة اسمها council. council معناها مجلس. council معناها مجلس. زي مجلس الشعب كده اسمه council. مجلس معناها council. برضو مهمة. دي كده اخر اسم محتاجين نعرفه. الجسد اللي بعد كده او ممكن تصور كده من ده تكتبه براحتك. الحاجة اللي بعد كده هي الافعال. ايه هي اهم الافعال? اول فعالة معنا هو فعالة مهم معناه او اسمه identify. identify معناه يحدد او يعرف. identify معناها يحدد او يعرف. وجاي منها كلمة مشهورة قوي كلنا عارفينها وهي كلمة identity. identity اللي هي الهوية. identity اللي هي الهوية. زي البطالة معاك كده. لما اه حد بيخوش او حاجة بيطلب منها الحاجة اسمها ال id. ال id اللي هي الهوية الشخصية. بس فوق ده ما يقول identity card مثلا identity يقول لك ال id على طول. ال id يقصد بي ال identity. ال identity معناها الهوية. ال identity معناها الهوية. عندنا كلمة بعد كده او فعال اسمه select. يختار. select او يختار. الاسم منها selection. اللي هو الاختيار. عندنا برضو interview معناها مقابلة عمل. interview معناها مقابلة عمل. فاقول لك هاي هابن interview tomorrow عندي مقابلة عمل بكرة. the hr وال interview me. موظف ال hr الموارد البشرية هو اللي هيعمل ال interview دي. فكلمة interview ممكن يكون اسم بمعنى مقابلة عمل. او فعل بمعنى يكون بمقابلة عمل. هي فعل او اسم. نكمل بعد كده على فعل اسمه. معناها ينافس او يتنافس. معناها ينافس او يتنافس. عندنا بالاسم منها اللي هي منفسة. والصفة منها يكلمة اسمها competitive او تنافسي. معناها تنافسي. الفعل الاسم الصفة منها يكلمة اسمها competitive او تنافسي. هنا كما اسمها باري يدفن باري بمشṇم بمعنى يدفن. والشخص اللي بدفن هادفن حاجة اسمها نكروبلس. نيكروبلس هي المقبرة. مقبرة أنت بتفند شخص او بتباري شخص في النكروبلس او اللي هي المقبرة. النكروبلس برضو كلمة مهمة. عندنا كما اسمها يبني وي بتسوي كما اسمهاên ستركت. يبني بتسوي كما اسمهاكو آيت معناكو شايد. عكسهما يكون اسمها erect. erect معناها يهدم او يبسط. erect معناها يهدم او يبسط. عكسها بيكون construct او build لهم يبني او يشيد. يبني او يشيد عكسهم erect اللي هي يهدم. الفعل الاخير اللي عادين نكلم عنه هو فعل اسمه compare. compare معناها يقارن. compare معناها يقارن. تقرن حاجتين ببعض. مراضف compare فعل اسمه contrast. contrast انك تباين الحاجات المختلفة في شيء او التناقضات الموجودة في اي شيء. يقارن مراضفها كلمة اسمها contrast. عكسها كلمة اسمها discard. discard معناها يتجاهل. discard معناها يتجاهل. discard اللي هي يتجاهل. عكس كلمة compare اللي هي يقارن. واللي برضو مراضفها كلمة اسمها contrast. دول هم اهم الافعال. هنخش بعد كده على الصفات. اول صفة هنتكلم عنها الصفة اسمها accurate. accurate معناها حاجة دقيقة. حاجة مزبوطة بالملي. كده اسمها accurate. عندنا كلمة برضو اسمها clear. معناها واضح. clear بمعنى واضح او صافي. واضح او صافي. عندنا كلمة اسمها unreliable شخص لا يعتمد عليه. unreliable لا يعتمد عليه. ما ينفعش انت تعتمد عليه. عندنا كلمة اسمها false. اللي هي اجار حقيقي. دي تعتبر مراضف لكلمة unreliable. الحاجة اللي انت ما تعتمدش عليها هي حاجة false او حاجة مش حقيقية. عندنا كلمة اسمها داوت او لو شك. داوت يشك او شك. ليه جايبة هنا? جايبة هنا عشان هي يعني مرتبطة شوية بحاجة unreliable. الحاجة ال unreliable او اللي لا يعتمد عليها. بيكون انت عندك داوت او شك من الحاجة دي. كلمة داوت معناها شك او يشك. وعكسها بيكون trust او انك تاثق بحد. كلمة trust فعلا بمعنى ياثق او اسمه بمعنى الثقة. trust فعلا بمعنى ياثق اسمه معنى الثقة. هي مش صفة. لكن انا جايبها برضو هنا مع الكلمات دي. لانها تخص كلمة اسمها ال unreliable دي عبارة عن صفة. وجاي منها كلمة اسمها truth. ليه الحقيقة? trust او ثقة. جاي منها كلمة truth اللي هي الحقيقة. الصفة اللي معنا بعد كده هي كلمة اسمها serious. بمعنى جاد او خطير. جاد او خطير. ودي دا يما بوصف بها هي اما اصابة يا اما مشكلة. يا اما اصابة يا اما مشكلة. بوصفها انها serious يعني جادة او خطيرة. عندنا كمان كلمة اسمها traditional او تقليدي. الحاجة traditional او تقليدي اوصب بها حاجة قديمة. حاجة موضة قديمة او ما بيتش التعامل دلوقتي. traditional معناها تقليدي او حاجة قديمة. عندنا كلمة اسمها responsible معناها شخص مسئول. responsible صفة بمعنى مسئول. فقول لك responsible people are reliable. الناس المسئولين بيكونوا يعتمد عليهم. شايفين ال reliable? شلت منها الان اللي هي في الاول دي. حولتها من لا يعتمد عليه ليه يعتمد عليه. الناس المسئولين يعتمد عليهم. عندنا بعد كده كلمة اسمها overhead. مش مهمة قوي بس اعرفها. overhead معناها هوائي. لو انت ماشي مثلا في اي حتة بتلاقي ان يفسلك الكهرباء فوقيك. السلوك دي بالنسبة لها هي overhead. هوائية او يعني في الهواء في السماء شوية. overhead ده معنى كلمة هوائي او هوائي معناها overhead. عخصها او برضو ممكن تكون في نفس المنطقة كده. هي ال overground. overground معناها في الارض. اي حاجة في الارض. اسمها اي حاجة في السماء او متعلقة. اسمها overhead. اسمها هوائي. عندنا كلمة اسمها صفة مهمة. عامل من لبنين ده بكتير. معناها رائع او متميز. معناها رائع او متميز. عندنا كلمة معناها حريص. بتاخد حرف الجارة دايما معناها حريص على او متحمس لحاجة. المرضيف بتاعتها كلمة تصبح اي جر او انسيزيستيك. ايجر او انسيزيستيك. اي جر او انسيزيستيك. انسيزيتك معناها متحمس. اي جر معناها مهتمة بحاجة. انسيزيستيك او اي جر الاتنين مرادفين ل Creep какая وكلمة 간 تاخد حرف الجارة.Creepية هي اي جر وهي هي برضو انسيزيستيك. بعكسهم بيكون كلمة اسمها Unconcerned Unconcerned معناها غير مهتم Unconcerned معناها غير مهتم انت شخص كين او ايجر او منتفاستك بحاجة معينة مهتمة بيها اما انا في شخص Unconcerned او غير مهتم بالحاجة دي دول هم اهم استفات اللي بعد كده هم الاحوال او الظروف ودول مش كتير تقريبا ثلاثة بس اول واحد فيه هم كمة Deliberately Deliberately معناها بشكل متعمد Deliberately معناها بشكل متعمد انك تعمل حاجة او تعمل حاجة مش كويسة وانتقاصد فقولك هو ضرب اخوه عن عمد ضرب او ازأ اخوه عن عمد بشكل متعمد Deliberately هي عبارة عن ظرف فطبيعي انها توصف فعلا باستخدمها عشان اوصف الفعلا ده هو عمل الفعلا ده بشكل متعمد عندنا كمان كلمة اسمها بشكل متكرر بشكل متكرر بيعمل الحاجة دي كل شوية ويظهر في الاخير كلمة اسمها Properly معناها بشكل لائق Properly بشكل لائق انك تعمل الحاجة بشكل كويس الشكل الكويس ده اسمه Properly يبقى Deliberately بشكل متعمد Frequently بشكل متكرر بتحصل كتير Properly معناها بشكل لائق الحاجة اللي بعد الاحوال هي او التعبيرات اول تعبير معنا هو تعبير اسمه Zoom In Zoom In معناها يقرب الصورة يقرب او يقبر الصورة يقرب او يكبر الصورة شايفة الصورة دي لو انا عملت كده كده انا بعمل حاجة اسمها Zoom In ده كده الطبيعة بتاعها لما اعمل كده اقربها ليا كده انا بعمل حاجة اسمها Zoom In كده انا بقرب الصورة عندنا كمان او تعبير اسمه In charge of In charge of معناها مسئول مسئول عن لانا اعترض انك الاخر كبير في البيت فلما والدك بيغيب بتكون انت In charge بتكون انت المسئول In charge of معناها مسئول عن معناها مسؤول عن حاجة. التعبير اللي بعد كده تعبير اسمه يتحول الى. يتحول من حاجة الى حاجة تانية. يتحول الى ويعندنا برضو من قد من الاخبار اللي ما يكن تيجي ان فيه مسلا طيارة استرمت بحاجة او حادثة حصرت. فتعبير تعبير برضو مهم. والتعبير الاهم منه هو معناه يتحقق. يحصل. يتحقق. فقول لك انا اقول يوما ما حلم يتحقق. يتحقق. والتعبير اللي بعد كده هو يطلب المساعدة. لو في مشكلة حصلت فانت بتقول فور هيلب او بتطلب المساعدة. يطلب المساعدة. عندنا تعبير يمكن غريب عليك شوية وهو معناها متحدث باسم. لما انت تتحدث باسم شخص تاني او بالنيابة عن شخص تاني او بالنيابة عن اي مؤسسة. كده انت اسمك سبوكس بيرسون فور. هي متأسمة مسئين برضو. سبوك او سبوكس الاولاني دي. وكلمة دي. اللي معناها شخص. سبوكس بيرسون فور معناها متحدث باسم. التعبير الاخير هو ان ذا هوب اوب. ان ذا هوب اوب على امل ان. ان ذا هوب اوب على احنا بنذاكر على امل ان احنا نجيب درجات عالية. فان ذا هوب اوب معناها على امل ان. ذا كده هو اخر تعبير معنا. اخر حاجة هي السنانمز والانتنمز او المرضفات واموضات. هتلاقيهم موجودين في حاجة زي كده او بالشكل ده كده في الخلطة الهنية اللي تتحملها او اللي انا هوريلك ان شاء الله بعد شوية. اول كلمة عندنا كتكن وردو طريبا اول حاجة بدأنا بها هي كلمة برودكاست. كلمة برودكاست تواموض ق بمعنا يابوس او يزيع. مرضفها كلمة اسمها. يعلن او يعلن او užهم مرضف في كلمة يابوس او عكسهم كلمة اسمها هيت او لايت او كونسيل. الكلمة لا ما ذكره فعلها اسمه او يجمع مرضف وكلمة اسمها جذر. يوجمع برضو او جذر او cònوجد ولا كونسيل ا mockingها كلمة اسمها ترتر او�كملات. عندنا一つ كلمة اسمها محترف مرضفها Tt او اي فاشنة او وعكسها كلمة اسمها او معناها شخص غير محترف او شخص هاوي. الحاجة اللي بعد كده كلمة اسمها اخدناها برضو معناها يعرف او يحدد مرضفة كلمة اسمها یودر او يتعرف على وليترمان ان ايها يحسب وعكسها كلمة اسمها كونفيوز كونفيوز يوربك لما انا احدد لك حاجة عكسها ان انا ان انا اربيكك او ان انا اخليك مش فهم اي حاجة. كمانت select معناها يختار مرضوفها choose يختار برضو او pick out choose او pick out عكسها refuse او reject اللي اتنين معناهم يرفض اخر حاجة كنه اسمها barrier اللي معناها حاجز مرضوفها كنه اسمها obstruction او blockade blockade اللي هو برضو انك تحجز عنه حاجة عكسها assistance انك تحجب عني حاجة عكسها انك تساستني او انك تساعدني دي كده اخر حاجة معنا في الشرح ده دلوقتي اوريك الخلطة الذهنية اوريك برضو الالعاب والبريفات اللي انت مفروض تحملها اول حاجة المفروض تحملها هي اللي انت شافه قدامك دلوقتي اللي هي الخريطة الذهنية فيها كل الكلمات اللي احنا اكلمنا عنها النهاردة دي المفروض انك تحفظ منها لو مش عايز تحفظ من كتاب او بتدايق من كتاب حسن كما تلي في كتير فميكون تحفظ من الخريطة دي هسيب لها كدينك بتاعها في وصف الفيديو وراء عايز تحملها وهتلاقيها متأسمها زي ما احنا كنا بنشرح من شوية برضو صفات وافعال واسماء ومعني كل حاجة اللي هو النهاردة هتلاقيها معجودة في الخريطة دي الملف التاني برضو هيكون خاصة بالكلمات بس المرة دي مش هيكون عشان تحفظ هيكون عشان تسمعها وانت بتسمع الكلمات برضو مفروض تسمعها بطريقة مختلفة شوية علشان ما تزهقش من ضمن الطرق المفيدة او الكويسة اوي هو البر ايف اللي انا جايب لك ده هتلاقي فيه كزا لعبة على الكلمات اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة تريد من كل كلمة هتلاقيها موجودة بترات اشكال او اربع اشكال ممكن في اي وقت تاخد البر ايف ده معاك في اي حتة وتبدأ تحل فيه او تذكر فيه هتلاقي فيه كزا شكل زي مثلا ممكن نشوف في الحاجات اللي موجودة هنا بترجم الكلمة وتحط اسمها او ترجمها بتاعتها في المربعات دي وهنا بتوصل الكلمة بترجمها بتاعتها وهكزا هتلاقي في كزا حاجة موجودة في البر ايف ده وبرضو لو عايز تسمع الكلمات اونلاين في سورة الالعاب هتساب لك لينكات اه في وصف الفيديو للالعاب اللي انت هتشوفها دلوقتي تعالوا نجرب اول لعبة مسلا اول لعبة هي عبارة عن انك يا دوب بتشوف الكلمة بتشوف الترجمة بتاعتها هنا وتسحب الكلمة تحطها مكان الترجمة يعني مسلا كم منسرش انجل معناها محرك بحس فانا هتدور على كل محرك بحس اللي اي هنا وهبدو لعمل كده لحد ما نخلص كل الكلمات دي وبعد ما خلص هدود وخلاص كده انا خلصت اللعبة التانية هتكون برضو حاجة بالشكل ده هتكون بشكل اللعبة او اللي هو متاهة ومحتاج ان انت توصل للكلمة انا مسلا بنبر الصوت انا عارف انما انا هتون مش سيليكت ولا تنيجر ولا كونسل فانا محتاج امشي بالراجل ده كده احدم اوصل لكلمة تون من غير ما الحاجات دي تدمسنا عشان ما اموتش مجبار ما اتواف عليها هيقولك النصح ويدي دخلك على الكلمة اللي بعدها ده بالنسبة للكلمات وهتلاقي برضو تقريبا لعبة تالتة هتلاقي لعبة كتير فانت اختلا لعبة اللي تحبها وابدى تزمع بها الكلمات واخر حاجة هي الجرامور المرة دي الجرامور مطلوب منك انك الجلو موجودة عندك وانت مطلوب بس انك يعني ترتبها يعني هنا موجود وانت بفور هي فينشد حاد وورك اه ده هوم هي فدلوقتي عندك الكلمات دي وابدى ارتبها يعني مسلا انا ممكن نشتغل في دي كلمة بفور بما انها اه او لأ ممكن مسلا نقول اه انا اول كلمة بالنسبة لي هي الكلمة اللي بدقى بحرف كابتال فاول كلمة بالنسبة لي هي كلمة بفور عشان بدقى بحرف كابتال بفور هاجيب بعدها جملة كاملة فها بقول بفور هي مسلا وانت هوم اه مسلا هي مفروض هات تيجي قبل فنشد وهي تيجي في الاول هنا هي هات هي هات فنشد دا وورك ماشي انت كده ارتبتها بعد ما اتخلص هتدوس اه مفروض هنا كده هدي خلق حجملة اللي بعدها ماي هنبدأ بس لما يكملت ماي هنا جول هات بن اتشيف برضو انا ريتبتها وبعد كده هدوس صمت انصر لما تخلص العصر الجمل كلهم كل الحكاية انك ما تبقاش متضايق او حسس بالميلة وانت بتزاكري ولو في اي حاجة ما في امتهاش او مش واضحة اكتبها في الكومنتات او ابعتقالي في رسالة على صفحة الفيسبوك اعمل شيري الفيديو دا عشان نوصل الى اكبر عدد من الناس شكرا لكم اشكرا ان شكرا ان شكرا لكم ان شاء الله بيجي